وللمزيد حول محاولات القوات الحكومية إزالة خيام المعتصمين في المحافظات المنتفضة وسعيها لإخماد الثورة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من محافظة بابل الناشط في التظاهرات طرغام ماجد مرحبا بك معنا حياكم الله بداية ماذا يعني اليوم خروج التظاهرات في محافظة بابل وذيقار والبصرة وبغداد وعدد من المحافظات المنتفضة على الرغم من القمع الحكومي بحق الثوار التظاهرات اليوم اللي انطلقت طبعا صباح هذا اليوم تظاهرات طلاعبية وإن شاء الله الساعة الرابعة عصرا ستنطلق بمختلف المحافظات أيضا تظاهرات لرفض الإجراءات والأساليب القمعية الظالمة جارة من قبل حكومة الكاظمية حكومة الأحزاب ضد أبناء الشعب العراقي الرافضين للظلم والفساد والمطالبين بالعيش الكريم والمطالبين بآخر الحقوق على مدار عام كامل من التسويق والمماطلة والقمع والاختيالات اليوم حكومة الكاظمية ترجع لإسلوف القمع وفضل اعتطام لإنهاء الثورات وهذه الثوارات اليوم مردل على صديق القمع وإذا استمر هذا المصدر ستكون الراحة القادمة المطالبة بإعصال حكومة الكاظمية والمطالبة برئيس الزراء من الشعب العراقي المستقر ونزيه وكفوه نعم لماذا برأيكم تصر القوات الحكومية والميليشيات على رفع خيام المتظاهرين خصوصا أنها توجهت أخيرا إلى ساحة اعتصام البصرة بعد إزالتها لخيام ساحة التحرير في بغداد بالقوة طبعا طبعا الأمر واضح ومن الأيام الأولى للطورة كان هناك تطريق دياحة الزعامات وقادات الدور اللي تابع لهم هاي الأحزاب المفسدة اللي تحكم بلدنا قال إنه لدينا خبرة بالتعامل مع الاحتجاجات ونراهن على عامل الوقت فهي أساليب مختلفة يوم التسليف والمماطلة ويوم المندسين ويوم القناة ويوم غيرها وأخيرها هو هذا القمع للقضاء على الأراضي الشعبية والربض الشعبي لأساليب المكر والخبيعة والفتاد فلجأوا من هاي الطريقة يريد يقضون على هذا الحسد الثوري والحركة الاحتجاجية واستخدموا هذا الأسلوب والحمد لله احنا اليوم شكنا انه الراسي كان قوي والشعب مصر على ربض الفساد والمسكدين وتحرير الغلد من هاي الطغمة الفاسدة والمطالبة بالحرية والعش الكريم فهي أساليب يريدون ينالون من عزينة في الشعب وإن شاء الله يعني بكرهم ودهاهم وإن شاء الله إلى عزوان وإلى خسل نعم طيب أنت تحدثنا الآن من بابل واليوم خرجت في المحافظة مسيرات طلابية تأكيدا على استمرار الثورة وتقول أنه بعد الساعة الرابعة سيكون هناك أيضا مظاهرات أخرى ما أهمية أن تدعم هذه المحافظات بعضها البعض الآخر في ضوء هذا الحراك المستمر هاي التظاهرات الحقيقة هي اللجنة المركزية لتنظيم الاستجازات في العراق اللي انبتقت حقيثا لتنظيم الحركة الاستجازية من اللي احنا نعتبر هاي الهجمة من قبل الكاظم ولأحزاب استهداع العمليات التنظيم للحركة الاستجازية هذه اللجنة المركزية كانت تعد لخطوة أخرى باستجاه الخضراء ولكن سرعان عندما حدث تعدي على ساحة التحرير يوم عام عدت اللجنة المركزية خضرة واعلان لتظاهرات مختلف المحافظات لدعم وإثناد ساحة التحرير وأيضا ساحة البصرة وعلى أنه الشعب العراقي واحد بكل محافظاته وكل الآطيات وكل الطوات إن شاء الله كلنا واحد والعراق واحد إن شاء الله وما هناك أي تحريرات فهذه التظاهرات إنه الشعب العراقي جسد واحد أي عضو يتعرفنا بأي مكان باقي المحافظات تنتظر لإثناد ودعم هذه المحافظة ورفض هذه النتالي طيب أستاذ درغام في يعني كما نلاحظ أن هناك محاولات لإزالة الخيام في كل ميادين الاعتصام هل تؤثر باعتقادكم إزالة الخيام على مسار ويعني حراك الشعب والشباب العراقي؟ حقيقة يعني يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هو كان عندهم اسلوب يعني يتوقعون إنه راح يقضون على الكورة بزالة القيام بالعكس هذه خطتهم الماكرة يعني زادة الغليان زادة الحيوية والفعالية عند المتظاهرين وأيضا هم استخدموا بالأيام السابقة أساليب أساليب خديثة لتظليل الشارع بأنهم المتظاهرين يقربون أو كذا وغيرها اليوم بهذا السابق من قمعي أجالوا كل الغموض عن الشارع العراقي والشارع العراقي أيقل إنه هاي التقومة وهاي لحزات هدفها تركيع الشعب تجويع الشعب إذلال الشعب اليوم بهذه إجراءات من قمعية رجعوا تأييد الشعبي الجماهيري ساحات التظاهر وفي حال تم إزالة ساحات التظاهر سينتقل الأمر إلى غنيان جماهيري بالمحافظات ومن ثم يتوجه إلى المنطقة الخضراء بإذن الله هذه الأيام شكرا لك الأستاذ درغام ماجد كنت معنا عبر الخط الهاتفي من محافظة بابل شكرا لك شكرا لك